أعلمت منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القرادة في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا مع تأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة وانتشار سلالة جديدة من الفيروس وحدوث أكثر من 500 حالة وفاة في حين تتوفر جرعات قليلة من اللقاح في القارة وارتفعت حتى الآن الإصابات بنسبة 160% والوفيات بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حين وقعت أكثر من 14 ألف حالة إصابة وأكثر من 96% منهم حدثت في الكونغو وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذا أمر يجب أن يثير قلقنا جميعا احتمال انتشاره خارج أفريقيا وما هو أبعد منها أمر مقلق جدا جدري القرادة هو عدوى فيروسية يمكن أن تسبب الوفاة تنتشر عن طريق التواصل عن أرب ويسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا إلى جانب ظهور حبوب ممتلئة بالقيح والأكثر عرضة هم الأطفال دون الخمستعشر عام الذين يمثلون 60% على الأقل من عدد الإصابات